مئات من مسلحي فيلق الرحمن في رحلة المغادرة من دومة باتجاه الشمال أكبر مدن الغطة الشرقية على موعد معطي صفحة الوجود المسلحي وعودة مؤسسات الدولة مفاوضات أدارها ضباط الروس مع مسلحي جيش الإسلام حصيلة جاءت بعد ضغط عسكري سوري على المسلحين يتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مركز حميمين وبين المجموعات الأرهابية المسلحة مجموعة من الأمور الأمر الأول هو تسليم كامل المخطوفين والرهائن والمحتجزين وجثامين الشهداء الموجودة لدى المجموعات الأرهابية المسلحة في مدينة دومة إلى السلطة السورية ثانيا تسليم الأسلحة السقيلة والمتوسطة إلى الجيش السوري ثالثا ترحيل المجموعات الأرهابية التي ترفض المصالحة مع الدولة السورية إلى مدينة جرابلوس في عربين وزملكا وجوبر وعين ترما رفعت وحدات الجيش الإعلام السورية إذانا بعودة الأمان ومؤسسات الدولة إلى المنطقة بأكملها تقدم عسكري أجبر مسلحي فيلق الرحمن وجبهة النصرة على الخضوع لشروط التسوية إخراج ألاف المسلحين والمدنيين من رافضي التسوية إلى إدلب أنجزة الغطة بأكملها آمنة باستثناء دومة عودة تدريجية لمؤسسات الدولة اليوم يرفع العالم العربي السوري على إحدى المنشآت الحكومية في مدينة عين ترما لأول مرة منذ سنوات سبع حركة كثيفة للمدنيين داخل بلدات الغطة بالرغم من الدمار الكبير الآلاف قاموا بتسوية أوضاعهم الجميع يترقبون عودة الحياة إلى طبيعتها سويت وضع يرجع مع الجيش أنا فتت لهم من سنتين ونص أعصيتهم تخلفت طريت أطلع معهم وهلا أطلعت مع الجيش العربي السوري إنهاء ملف الغطة تطلب أعمالا عسكرية في بيئة قتالية معقدة أنفاق وسواتر ترابية وكثافة في البنيان صعوبات كثير بالغطة الشرقية عبارة عن شبكة كاملة من الأنفاق والخنادق والعوائق والموانع المائية بشكل فوق ما يتخيله أو ما يتصوره العقل البشري حركة واضحة للمؤسسات الخدمية تمهيدا لإعادة عشرات الآلاف من أبناء المنطقة إلى بيوتهم حجم الدماري يفرض تحركا واسعا لتأمين أبسط الخدمات محمد الخضر من عين ترما في الغطة الشرقية الميادين ترجمة نانسي قنقر